وللتعليق على التقرير الذي أصدره مكتب حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة في العراق بشأن الانتهاكات الحقوقية والاغتيالات التي يتعرض لها النشطين في العراق ينضم إلينا عمر الهاتف من مدينة إسطنبولا تركيا الواحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي محمد عماد أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا بكم اعتبر مكتب حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة الاغتيالات في العراق إسكاتا متعمدا للأصوات السلمية ما مدى أهمية مثل هذه التقارير ونتائجها من حيث الفعالية؟ نعم في البداية أحيانكم أستاذ المشاهدين وأنتظر في سؤال حضرتك بالتأكيد على أن هذه الخطوة هي خطوة همة جدا ونعتبرها على الطريق الصحيح في تثبيت الأوضاع القانونية في العراق وفي تسليط الضوء بالمناسبة على الانتهاكات التي تجري في العراق لكن دعينا في البداية نؤكد على أن الجهد الأممي هو جهد متوابة جدا مقارنة بالانتهاكات التي تجري في العراق منذ أكثر من عام إلى هذه اللحظة وما تنوق تلك الانتهاكات وتمادي السلطة العراقية لكن ما يعنينا الآن أن الأمم المتحدة التفتت إلى العديد من المطالبات التي قمنا نحن وغيرنا من المؤسسات الحصوصية بإرسالها وتواصل معهم بشكل دائم ومستمر من أجل تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وكما أسلفنا هذه الخطوة الأولى في الطريق الصحيح من أجل تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وهنا نتمنى أن يتبعها وهذا ما نتوقعه أن يتبعها خطوات قادمة في موضوع الملاحقة القانونية هذا سيأتي لاحقا بعد أن تتواصل الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية بشكل مباشر من أجل تسليط النقاط التي قامت بتسليط الضوء عليها في التقرير الأخير الصادر عنها في هذا السياق وانطلاقا من الكثير من التقارير الحقوقية الدولية حول الجرائم الممنهجة في العراق إلى أي مدى يمكن للأمم المتحدة متابعة القضايا والانتهاكات باعتبارها قتلا ممنهجا نعم الآن هي المنطلق سيكون بالتعاون بين الحكومة العراقية ومكتب الأمم المتحدة وبالتالي نحن في البداية نتحدث أن يكون هناك حق وفصال دائم وتعاون بين الحكومة العراقية وبالمناسبة هذا الأمر لن نتوقعه بشكل كبير كون أن هناك كان مطالبات عديدة من قبل بعض المسؤولين ذات الأمم المتحدة بشكل غير رسمي وأيضا من بعض المؤسسات الحقوقية ومنذ منها المرسل الأمم المتحدة والحقوق الإنسان عندما تواصلنا بأكثر من مرة في أكثر من وقت وأكثر من انتهاك مع الحكومة العراقية بشكل مباشر ولم نتلقى إيرت وبالتالي الآن يقع العابق الأكبر على الأمم المتحدة في إيجاد آلية التواصل بشكل مباشر من أجل البدء في هذه الملفات لكن عند الحديث عن هذه الملفات فملف الانتهاكات العراقية هو ملف مليء بالانتهاكات نحن نتحدث عن الاعتقال التعسفي والاستطاب خارج القانون أيضا قتل المتظاهرين وقمع التظاهرات وأيضا ملف الأشخاص المهجرين داتليا والذي لا تتناوله العديد من الجهات الدولية هناك أزمة حقيقية في المهجرين داخليا داخل العراق وأيضا الملف الأخر وهو الملف المهم جدا الاعتقال التعسفي وأيضا وجود فساد وشبهات فساد داخل السلطة القضائية وهذا ما رفضناه عندما يكون هناك توقيف لأشخاص دون عرض على محكمة عادلة ودون أن يكون هناك محامة وأن يستمي إخراج بعض الأشخاص من خلال دفع بعض الرشاو المالية وبعض المبلس المالية الضخمة هذه الانتهاكات وغيرها تشكل انتهاك حقيقي للأسس والركاز الأساسي للقانون الدولي وبالتالي هذا الملخ الضخم يجب أن تتعامل معه الأمم المتحدة بشكل استثلسلي لكن ما نعول عليه أو ما نتمنىه بشكل أساسي أو بشكل أولي وثوري أن يكون هناك دائرة توقع الحقيقية طبما تعاون الحكومة العراقية مع مكتب الأمم المتحدة والجهات المتفرعين من أجل أولا بحث الانتهاكات التي تم تنفيذها عليها القوات العراقية والقوات الخارجية عن القانون داخل العراق ومن ثم الانتقال إلى ملف موضوع المتعلق القانونية وبتحيح وتقويم الأوضاع القانونية داخل الجمهورية شكرا جزيلا لكم الباحث القانوني في المرصى دالورو متوسطي محمد عمد كنت معنا عبر الهاتف المدينة إسطنبول التركية